كيف نطبق هذا في حياتنا؟ نعم هو بس نطبق ما هو الحياء يعني في حياء محمود وفي حياء مزموم يسمونه حياء يعني عرفا لكن هو ليس بحياء فالحياء المحمود هو نوع من الخلق يمنع صاحبه من الوقوع في القبائح وفي المعاصي ويمنع صاحبه من الاعتداء على حقوق الناس فمن تعريف الحياء اتضح كيف نطبق هذا من تعريف الحياء يمنع صاحبه من الوقوع في القبائح والرزائل ويدفع الى التحلي بفضائل الاخلاق والى اعطاء كل زي حق حقه فطبق هذا هذا على الواقع الحقيقة ان الحياء ان الحياء قليل جدا في مجتمعاتنا المعاصرة الا من رحم ربي سبحانه وتعالى وايضا النبوة والسلام قال ان مما ادرك الناس من كلام النبوة الولاي اذا لم تستح فاصنع فاصنع ما شئت فالحياء هو الذي يمنع ما الذي يجعلني انا اصب رجلا كبيرا او اعتادي على احد في الشارع فلما فقدت الحياء صار الامر عندي خلاص الامر بقى اسب ده اضرب ده اشتم ده اعتادي على ده ولا انا في ناس انا مرة كنت ماشي في الشارع او مارف في الشارع كده سامع حوار بين الناس بتتكلم في التليفون ما فيش جملة لما الواحد يقول ايه اللي بتقال سبائب وشتائم حتى لو كلام لا يعاد ايه اللي بقى بيمنع ده من ان يقع في هذا هو هذا الخلق الجميل اللي هو الغلالة دي الرقيقة اللي هي الباطنية اللي تمنع صاحبها ان يقع يستحي وطبعا اعظم الحياء الحياء من الله سبحانه وتعالى كما قال النبي عليه الصلاة السلام الصحابة لا تستحيون من الله حق الحياء قالوا نحن نستحي والحمد لله رسوله قال لا انما الاستحياء من الله ان تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى وان تذكر الموت والبلا هذا والحياء من الله سبحانه وتعالى حقيقي ان تحفظ الرأس وما وعى يبقى اللي تقع عينك على محرم اللي تشم ما حرم الله سبحانه وتعالى اللي تسمع محرم اللي تتكلم في المحرمات والبطن وما حاوى وقال لا تأكل حراما وقال لا تقع في الزنا الفرق يعني البطن وفيها الفرق وأن تذكر الموت والبنى لو أنك ذكرت أنك ميت وأنك مسؤول وأنك معروض قبل أن تقدم على عمل تفكر ألف مرة هل هذا سأجاز عليه بالخير بالحسنة أم بسيئة فهو ده الذي يمنعك يبقى أصل الحياء والحياء من الله سبحانه وتعالى نعم اللهم ارزقنا الحياء منك يا الله آمين يا رب العالمين